استكمالا لما استعرضنا عن الـ Evaluation Project هنقول أنا عندي Determine the Study Period مهم جدا أن أنا أقول والله هذا المشروع الـ Study Period بتاعته خمس سنين وهذا المشروع الـ Study Period بتاعته إن من السنين أنثى أن فهنقع في مشكلة إلا في حالة لو كانت الأعمار بتاعت المشاريع مختلفة في هنا هيبقى في تحفظ على دراسة المشروع باستخدام الـ Present Worth أو الـ Present Cost فنأخذ بأن Study Period or Planning Horizon is a time period over which least common multiple يبدأ لازم أنا أوحد هذا العمر في عمر موحد اللي بنسميه least common multiple أو المضاعف المشترك are compared and it must be appropriate for the decision situation least common multiple can have equal life in which case the study period used is this equal life يبقى لازم نوحد هذا العمر علشان تبقى المقارنة عادلة في حالة لو كان الـ Unequal Life The Equal Life case is straightforward and was used in the previous two examples كان الـ Exambles اللي فات كان العمر موحد Unequal life are handled in one of the two ways نمرة واحد repeatability assumption بعتبر إن المشروع بيكرر نفسه لحد ما يصل إلى عمر المشروع الآخر The study period is either indefinitely long or equal to the common multiple of the life of the least common multiple The economic consequence expected during the LCM least common multiple life span will also happen in succeeding life span أو co-terminated assumption use a finite and identical study period for all LCM طبعا أهم حاجة أو أفضل حاجة عشان تقارن ما بين المشروعات إنك إنت بتاخد المضاعف المشترك يعني لو عندي مشروع بيعيش خمس سنين ومشروع مثلا بيعيش عشر سنين أتخيل إن هذا المشروع بيكرر نفسه مرتين يعني المرة الأولنية ثم المرة التانية بحيث إن العمر أو الإسبان بتاعتك تساوي هذا المشروع ويتم إيجاد الـ Present Worse لهذا المشروع كما لو كان بيكرر نفسه مرتين والـ Present Worse بتاع هذا المشروع وفي الحالة دي المقارنة تبقى سليمة لو كان عندي المقارنة والعمر الافتراضي بتاع المشاريع السابت بقاش في عندي مشكلة في المقارنة سواء بالـ Present Worse أو بالـ Future Worse أو بالـ Annual Worse When life are equal, adjustments to cash flows are not required في هذا يعني Directly compare their equivalent present wars, future wars, annual wars there is no problem using minimum attractive rate of retail فيه هنا المشروع اللي عندي مثلا عندي المشاريع A, P, C, D والـ Cash Flow Diagram بتاعك بهذا الشكل في الحالة دي بجيب الـ Present Worse للمشروع الأول بحط الـ Negative Cost عندي في البداية الـ Initial مش هتتضرب في أي فاكتور ثم الرقم الجاية عندي To find B-A لأنه تدفق نقدي لمدة عشر سنين ثم الـ Salvage Value بتاعت المشروع To find B-Given F يطلع الكلام ده عبارة عن Present Worse بتاع المشروع الأول ثم Present Worse بتاع المشروع الثاني ثم الثالث ثم الرابع المقارنة أولاً كل المشاريع Positive كلها مقبولة ولكن لو أنا هختار واحد هختار أعلى تدفق نقدي Annual Worse Analysis لو حبيت أجيب نفس المقارنة باستخدام الـ Annual أو باستخدام الفيوتر لازم يطلع القرر بتاع قرر واحد يعني هنا أعلى قيمة 8995 يبقى الـ Alternative A هو الأفضل لو أنت عملت الحل باستخدام الـ Alternative Worse أو الـ Future Worse لازم الاختيار بتاعك يبقى على الـ Alternative رقم A هتلاقي هنا هو الـ Alternative هو ده برضو أي هو الأفضل من خلال الأربعة الـ Alternative اللي عند الـ Net Present Value هنسأل نقول إيه X company can buy a new machine بـ 96 ألف دولار which will save هتوفر لك أو هتجيب لك ربح عبارة عن 20 ألف بر ير in operating cost if the machine has useful life 10 سنوات and X company requires الـ Retain 12% minimum attractive rate of return لو أنا عاوز أجيب الـ Net Present Value اللي عندي يبقى هضرب الفاكتور بتاع العشرين ده في الفاكتور الفاكتور اللي هو To Find B Given A و 12% و 10 سنين اللي عمر الافتراضي بتاع هذا المشروع أخش دي من الـ Table أضرب الرقم ده في التدفق النقدي اللي هو العشرين ألف وبعدين عندي company based a new machine بـ 96 ألف يبقى بقول والله الـ Positive اللي عندي أهو بطرح منه الرقم 96 ألف يبقى Net Present Value اللي عندي هتساوي الرقم الـ Negative اللي هو 96 ألف اللي عندي زائد العشرين ألف بس بعد ما تتضرب في الفاكتور To Find B Given A والعشرة في المية أو sorry الـ 12% والعشر سنين جبت دي من الـ Table طلعت الرقم ده هو أضرب يطلع الـ Net بساوي الكلام ده يبقى الاختيار بتاعي الاختيار الرقم دي وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله